ان حكومته ستعامل مع المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية وقرار مجلس الامن باعتبارها خريطة طريق ملزمة لعبور اليمن الى مرحلة جديدة يتحقق فيها التغيير الذي ينشده اليمنيون واكد باسندو على حشد كافة الجهود الوطنية من اجل استعادة الاستقرار السياسي والامني وتهيئة المناخات امام تحقيق الانتقال السلمي والامن لسلطة واحترام حقوق الانسان وتلبية المتطلبات المشروع للشباب في التغيير في خبر عاجل كما تشاهدون على شاشة العربية فاد مراسل العربية بمقتل ثلاثة اشخاص من المحتجين في مسيرة الحياة على مدخل صنعاء وسنوافقكم بالمزيد من التفاصيل حول ورودها اتباعا